التاسع صباحا بتوقيت القاهرة السابع بتوقيت جرينيتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم وجه الرئيس عد الفتاح السيسي بتكثيف الجهود لضمان أن يكون انتقال الحكومة للعاصمة الإدارية تطويرا حقيقيا للجهز الإداري بالدولة بشكل شامل ونوعي جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الرئيس السيسي مع رئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة وذلك بمقر القيادة الاستراتيجية في العاصمة الإدارية الجديدة تناول الاجتماع استعراض خطة الحكومة لنقل الوزارات وأجهزة الدولة للعاصمة الإدارية واطلع الرئيس السيسي على تطورات تنفيذ المرحلة الأولى لمبادرة حياة كريمة لتطوير الريف المصري والاستعداد لبدء المرحلة الثانية حيث وجه في هذا السياق بمواصلة التعاون والتنسيق بين الأجهزة المعنية مع المتابعة الميدانية للموقف التنفيذي بشكل دوري أعقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعاً مع مسؤولي شركتين تيدا وشينشينغ الصينيتين لاستعراض مشروع إنتاج مواسير الزهر وصناعة الصلب باستثمارات تبلغ ملياري دولار بمنطقة تيدا ضمن نطاق المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وخلال الاجتماع أكد رئيس الوزراء أن الدولة تدعم وترحب بهذا المشروع الكبير مضيفاً أنه سيتابع مع رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس كل الإجراءات الخاصة بالحصول على الأرض والرخصة والمرافق للمشروع حث الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلانسكي أوروبا على تعزيز اندادات الأسلحة الحديثة والتعجيل بإرسالها وفرض عقوبات أشد وصرامة على روسيا وشكر زيلانسكي بولندا وسلوفيكيا لموافقتهما على تزويده بطائرات ميج السوفيتية الصنع التي بوسع الطيارين الأوكرانيين استخدامها دون الحاجة لتدريب إضافي عقد زعماء الاتحاد الأوروبي محادثات مع الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو جوتيريش بخصوص الأمن الغذائي العالمي والعقوبات المفروضة على روسيا بسبب العملية العسكرية في أوكرانيا ومن المتوقع أن يصادقوا على خطة لتزويد كييف بمزيد من قذائف المدفعية تأتي مشاركة جوتيريش في قمة الاتحاد الأوروبي بعد أيام من تمديد اتفاق توسطت فيه الأمم المتحدة بشأن التصدير الآمن للحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود وقال المستشار الألماني أولف شولتس أن التكتل يريد التأكد من أن الأزمة الأوكرانية لن تؤدي إلى نهدام الأمن الغذائي في العالم قالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أن بيونج يونج اختبرت غواصة جديدة قادرة على شن هجمات نووية تحت الماء بتوجيه من الزعيم كيم جونج أون كما أكدت وكالة الأنباء أن كوريا الشمالية أطلقت صواريخ كروز خلال تدريبات في الفترة من 21 إلى 23 من مارس وصل الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى العاصمة الكندية أوتوى حيث يلتقي رئيس الوزراء جاستين تردو ويلقي كلمة أمام البرلمان وسيكون على جدول أعمال بايدن خلال الزيارة ملفات التجارة والهجرة والإنفاق الدفاعي الكندي وتعد هذه أول زيارة من نوعها لرئيس أمريكي منذ زيارة باراك أوباما عام 2009 أكد وزير الموارد المائية والريها نيسويلم أن تغير المناخ يمثل تحديا خطيرا ستكون آثاره غير متكافئة على البلدان القاحلة وشبه القاحلة لا فتن إلا أن ندرة المياه تمثل التهديد الرئيسي لتلبية الاحتياجات البشرية الحيوية من مياه الشرب والغذاء جاء ذلك خلال ترأسه الحوار التفاعلي حول المياه من أجل المناخ والقدرة على الصمود مع المبعوثة الخاصة للرئيس الوزراء اليابني لمؤتمر الأمم المتحدة يوكو كاميكاوا وأشار سويلم إلى أن الوعي العالمي بقضايا المياه وتحدياتها أدى للاعتراف المتزايد بالصلة القوية بين المياه والمناخ حيث يؤثر تغير المناخ على كل من العرض والطلب على المياه للاستخدامات المختلفة انتهى موجز التاسعة وعودة لاستكمال باقي فقرات برنامج صباح الخير يا مصر بعد الفاصل